وهل المدة اللي ممكن ان الواحد يعط فيها بياخد بشكل يومي هذا المكمل الغذائي امتى بتدي حس ان لا فيه حاجة اتحسنت حتى لو انا مش عارف احطي ايدي على اوجه التحسن بس انا حس ان انا عموما صحتي احسن وقت ادي ايه تاني تحس انك فرش كده مثلا احساس الفرش ده احساس رائع الحقيقة او اهم حاجة ان انا استمر مش اخد ارس في الاسبوع هاخد ارس كل يوم واهم حاجة ان انا ما يعليش عن الارس عشان ما بحبش الفيتامين ستعلق في الجسم لمدة انا بالنسبة للمكمل غذائي طبعا الالب مولتي فيت باخده لايف ستايل لانه ليس دواء وانما هو بيكمل الفيتامينات اللي نقص بس رد الفعل الملموس في خلال لو هتكلم عن نشاط وكده هتلاقي في خلال خمس ست يام انت نشاطك احسن لو بتعمل نشاط واحد في اليوم لا انت قادر تعمل واحد واثنين وثلاثة ستات بقى عندنا ستات كتير مش بس فيه ستات قاعدة في البيت ما بتشتغلش وانا بقول الست القاعدة في البيت قوموا تحركوا في البيت الحركة مهمة جدا سيدات تانين عاملات ومخلفين وبتروح البيت تشوف بيتها وتشوف جوزها وتشوف الاكل وتشوف الطلبات وتودي النادي فمحتاجة طول اليوم تعرف تدير الطاقة بتاعتها قلب مولتي فيت هيعرف تدير لها الطاقة بالمناسبة طالما فتحنا باب الكلام عن السيدات عموما المرأة الحامل المرأة الحامل لازم تدعم نفسها وتدعم دمها لان الحامل البيبي بياخد كل الفيتامينات اللي عندها لو حتى عندها نقص في الكالسيا مش هيهمه هيبتدي يسحب من عظمها هي هتبقى فوهن شديد لازم أي ستة حامل من غير ما تكلم بتمشي مع الدكتور نفس الدوز برضو حباية واحدة في اليوم ولا ممكن الوضع يختلف عشان هي حامل هي حامل فالدوز حباية هو ملوش عارات جانبية خالص لكن بعد مثلا هو فيه فوليك أسد الفوليك أسد مهم جدا لتدعم الجنين والخلية العصبية وعدم التشوف الأجن بالنسبة للكالسيوم قلب مولتي فيت يحتوي على 70 ميلي جرام ممكن بعد الشهر الرابع الدكتور يقول لها لأ زودي الكالسيوم لأنه ممكن تحتاج 1200 ميلي جرام وتأفر الدكتور هيقول لها إيه النسبة لكن هو آمن هو آمن جدا احتمال تحتاج كالسيوم أعلى بعد شهور معينة تقدر تستشير الطبيب بالنسبة لكتينج مادر أو الأم اللي بتردع ماقولها خطيئة أنا خلاص خلفت أنا مش محتاجة فيتامينات ده دي كارسة أنت محتاجة فيتامينات زيك زي ست الحامل محتاجة أوميجا تاكلي سامك كويس قوي محتاجة يود ده على صعيد الرضاعة ولا على صعيد رضاعة ترجع مرة تانية لكم اللي يأقتها لتنين الرضاعة عشان الكالسيوم والحاجات دي وأنها ترجع تستعيد عفيتها محتاجة فيتامينات أكثر من البنت النورمال على ذكر الفيتامينات على فكرة اللي احنا شايفينه ده المفروض أنه أعتقد بيوضح نقص بعض أعراض نقص الفيتامينات في الجسم من فيتامين اي من فيتامين دال من فيتامين بي و سي طبعا الأعراض زي ما احنا عارفين ساعة النزول دم من الليثة واخذ الإيد والرجل واخذ التنميل الأطراف شحوب البشرة تقصف الشعر كل دي علامات على نقص الفيتامين طبعا كلها علامات على نقص الفيتامين الوش البيل الشعر المقصف الواخذ دي التنفس على فكرة أحيانا دي التنفس علامة من علامات نقص فيتامين بي 12 لأن فيتامين بي 12 وضربات القلب السريعة بتبقى أحيانا من نقص فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 مهم جدا لتكوين كرات الدم الحمراء فداعم جدا للدم لو فيتامين بي 12 نقص عندي الأكسوجين هينقص عندي ده بيبقى من خلال تحليل مثلا سورة دم كاملة سورة دم كاملة مهمة جدا لأن أنا بقول من أحد الأسباب أحيانا بيبقى فينا قص حديد ده احنا بيبقى محتاجين حاجات فيها حديد الموضوع آخر بمشي ما تقول والنسب نفسها يعني هل التحليل بيقول لي والله أن أنا عندي نقص في الفيتامين الفلاني بنسبة كذا هو هو بيقولك بس أن عندك نقص في الفيتامين لا لا النسب موجودة والرفرنس بيبقى موجود والمفروض أنت تبقى قريب من الرفرنس الأرقام بقى اللي موجودة والنسب دي هل ممكن تستدعي في بعض الأحيان زيادة جرعة ألفا مالتيفيت تقدر وقتها احنا أنا بتكلم على طول أن من غير استشار الطبيب بمشي على ألفا مالتيفيت قرص واحد مش محتاجة دكتور لو في استدعاء أو ديستركشن رهيب تسأل الدكتور هل ألفا مالتيفيت قدر أخذه مرتين ثلاثة في اليوم ولا حرارك تنصحني بإيه لكن أنا بقول هو الطبيعي أن أنا بأخذه كابسولة واحدة لو أنا بأخذ حباية كل يوم لمدة مثلا سنين المحتوى بتاع كل حباية دي مش بيتراكم بقى ولا هو الجسم بيمتصه أول باول يعني إحنا لو كل يوم مثلا نتخيل أن فيه النسبة الفلانية من فيتامين الفلاني تدعوانا بأخذ الحباية دي يوميا بعد ستة شهور مثلا النسبة دي ما بتبقاش متراكمة بتركبه بعض ولا بتنتص أول باول لا معظم الفيتامينات ينزل في البول فدي حاجة حلوة على فكرة يعني ما بتتخزنش بقى على كبد على كلا على كذا لا إطلاقا فدي حاجة حلوة عارفة أنا بسألك لي يا دينا على سؤال دي لأنه بس طبعا من زاوية تانية فيه ناس اللي هما الناس الرياضيين ولي بيروحوا الجيم وا 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 ساعات بتلاقي لهم يعني فيه ناس بتخزرهم من أن تخلي بالك المكمل الغذائي ده أو المالتي بايتامين أو أيا كان بقى اللي هما بياخدوه ده بيترصب على الكبدي بيترصب على الكبدي فده نتج عنه موروث كده طبعا مش عارفين مدى صحته دي بعض المكملات الغذائية الأخرى يمكن تركيزة عالية جدا مثلا الويت جينرس بصفة خاصة أريد كلمك على الويت جينرس حديدا بس ممكن ممكن ده يحصل بس بس مع ألف مالتي فيت لا لأن الفيتامينات أصلا يعني ما ينطبقش عليه نفس المبدأ ده لا ده قصة آخر خالص ولو ساعات بيبقى في مرض معين بنمشي على أدوية ومنحتاج فيتامين بنسبة عالية جدا ده الدكتور اللي بيقولها زي مثلا هشاشة العظم مثلا بيحتاج ده أو فيتامين ده اللي عندي ناقص ونحن عندنا ناقص بيبقى ناقص حديد غالبا بيكتب لها كميات بس ده كورس بقى بيكتب كميات ولازم الدكتور نوقف نوقف ما نكملش على كميات العالية ده ده مهم الدكتور مثلا يقول لك خدي كالسيوم 1200 جرام لمدة شهر شهرين وبعدين نمشي على كالسيوم طبيعي 70 ميلي جرام زي 1000 مولتي بيت وفيتامين دال اللي عندها ناقص رهيب في فيتامين دال الدكتور بيكتب لها كورس تاخد خمس تلاف عشر تلاف في اليوم أو زي ما الدكتور يقول لها حقنا ميت واحدة فيتامين دال ده كورس بيتاخد وقت لما بيبقى ديستراكشن رهيب وبعد كده نقدر نمشي على المكملات الغدائية اللي تركزها بسيطة طيب